اشتركوا في القناة دقنا انه ما في حد خالي من الموهبة يعني كل واحد عنده موهبة لكنه يمكن انه ما فتش في نفسه اشي الموهبة وما استغلها بالاصحة وانه متعدر ما في وقت منه لكن كل شخص عنده موهبة في مجال معين انه ما تكلم عن موسيقى خصوصا تكلم عن كل الموهبة بس انه ما استغلها او انه ما فكر في ايش اللي يحبه اي حاجة انت تحبها فكافح عنها امشي في طريقها وحاول وبتوصل لها يعني بعد جهد طال زمنه وبصر اسعي فيها وبتوصل لها بقدر المكان اسمي علان ورغلام من اهل المكلة طالب جامعي اخرجت ممكن في 2015 حاليا اعمل على صناعة العود الالة الموسيقية الشرقية القديمة وهي من اقدم الالات الموسيقية العربية فمن والدي يعني من جدي بالله صح جدي عازف آلة هرموني أيضا والدي عازف آلة العود هواية يعني مخذاء طبعا وعلمنا من صغري يعني العازف آلة العود يمكن حوالي عمره 12 سنة فأخوي الأكبر الله يرحمه وفرله فنان أيضا وعازف آلة العود بإحترافية وبيإيجاد آلة العود فتعلقي بآلة العود من أول يعني من يومنا صغير فالموضوع ده أثر فوقي من زمان يعني يعني يومنا فتحت على الدنيا وما نشوف العود كده جمبي وتعلمت على العود في العازف يعني من حوالي حسب ما ذكرت منه ممكن عملي 12 سنة أليد والدي أعلمنا أساسيات العازف وقدر فأتركته فترة طويلة شغلت بالدراسة وصوت العود موجود في البيت يعني على يد أخوي الله يرحمه بين يوم ويوم ولحظة ولحظة اسمعه في البيت فكملت الدراسة بعدها وبس توفى أخوي الله يرحمه ممكن قبل أربع سنوات خمس سنوات توفي أخوي وشفت العود يعني حزين كده في البيت معا نسمع صوت العود نهائيا في البيت فالشي برضو دافع يعني اتجاهت للعود وعدت عشان أرجع صوت العود في البيت وإيضا أتعلم أكثر من والدي وكده فالحمد لله يعني أضيف نقطة أن والدي أيضا عازف آلة العود وأيضا هو هاوي طبعا لآلة العود عازفا ولو المجال الأكثر أنه فنان تشكيلي يعني فالشيء ذا ساعدنا وكووني إنشاءت في أسرة فنية يعني فبعده فات أخوي الله يرحمه عدت للعود وحاولت أن نسترجع صوته في البيت وكده فكنت في وقت هنا نشتغل في قطاع خاص بعدها أكملت الدراسة طبعا جاءت فترة أنه سبت العمل أسباب خاصة رجعت للعود أتعلم أكثر العازف على العود وكده فطبعا لما عدت على العود كنت يعني زي ما نقول نحنا بالسرقة يعني بالخوفي كده بحيث أنه ما نثرها للبيت على صوت العود وكده لأنه من يوم ما توفى أخوي والعود كان من قطاع طبعا فتدريجيا عدت صوت العود في البيت متعلم أكثر وبحثت أكثر وطلعت على كتوب موسيقية علمية فحبيت العود واجد واجد يعني فكرة أنه جاء صناعة العود جاءت في لحظة وحينة يعني أنا كنت ماسك العود جاءت في بالي أنه كيف العود صنعه أنا عارف أنه العود صنعه يدوية أصلا فجاءت الفكرة في بالي يكون أنه نحب الأشياء الفنية اللي تتعمل باليد والرسم أيضا ساعد أبوي ولي لمسة بسيطة في الرسم فحبيت أن نخوض التجربة هذه في صناعة العود عملت خطة كبيرة ودراسة وخططت يعني لمدة أشهر فترة زمنية كيف أنه يعني درست الخطة هذه كيف أنه نعمل العود فشي مش بسيط أصلا هي آلة موسيقية فتتكون من مقاسات معينة مبنية على أساس وكذا فدونت خطة كبيرة وطلعت برضو على مقالات عن صناعة العود عن تاريخ العود عن كل ما يخص العود فجمعت لي كذا حاجة يعني بسيطة وقلت يلا أجرب فطبعا هي الأعوات صناعة العود تجي من أخشاب خاصة يعني مش أي خشب موجود هنا فطريت أن أجيب خشب من بره حق ثنين أعوات كبداية كتجربة يعني في موضوع هذا فبدأت فيها يعني نقول من المرحلة الأولى حسب ما كتبت الخطة ورسمتها وفذا بدأت فيها صارت صعبة شوية يعني ما كنت متوقع أنها صعبة لكن التنفيذ يكون أصعب من الكتابة يعني فأخذت تجربة وفشلت فشلت فشلت كثير يعني كثير لكن حبا وإصرار داخلي حتى أنها لدرجة أنها صحابي أو أي حد ما قلت لهم أن نصن العود ليش لأنه ممكنه بيعطونا كلام سلبي أو بيقولوا له من إصرارك من تحفيزك فأخفيت الأمر تماما يعني ما خرج من البيت أن نصن العود فأخذت تجربة وفشلت فشلت أكثر من مرة لكن إصرار وطموح أنها بسوية بسوية يعني بعد جهة طويل جدا فأنتجت أول عود أول عود كان يعني فرحة كبيرة بالنسبة لي يعني شي كبير يعني شي عظيم الفرحة ما كنت نتصورها يعني لما نتذكرها نشوف أنها صوت شي كبير يعني وهذا أي شخص يعني لما يبدأ من حاجة بسيطة ومن لا شي يعمل شي فيكون يعني ما حد بيحس الفرحة زيه طبعا لا يشك أنه لا يخلو من الأخطاء فيه أخطاء مقاسات وكذا طبعا أول عود يعني وما تعلمت الصنعة من أحد أو ما أحد علمنا أنه كيف نسوي لكن صرار وجهد وتتبعت الموضوع أكثر وأكثر توصلت إلى أنه عملت أول عود فيه أخطاء أول عود طبعا محتفظه إلى الآن يعني عملت بعد العود الثاني وبرضو فيه أخطاء لكن الثالثة وقفت شوية حاولت أنه نعرف فين الخطاء أكثر فاكتشفت أنه ممكن أنه الطريقة هذه تكون مقاسات خطاء العود الأول حوالي شهرين يمكن شهرين كاملة لأنه أول مرة أصنع عود وما كنت يعني متعامل بالخشب من قبل يعني ما أنا نجار ولا تعاملت بالخشب من قبل فالأمر صعب يعني العود هو من خشب قطع يعني شرائح فتعرف ظهر العود يكون في ملفوف وواحدة جمب واحدة ريش مجموعة ريش يتكون منها صندوق العود وصندوق العود دي أصعب مرحلة في صناعة العود عملت بعده عدة عواد فاتفاديت الأخطاء اللي قبل فالحمد الله كل ما نعمل العود يكون أكثر أحسن من اللي قبله فهذا شي برضو حفزنا وبعد كده عارضت الثلاثة أو الأربعة العواد باللي صح حرفتاً على مواقع التواصل الاجتماعي فلاقيت استحسان كثير يعني من الفنانين ومن أصحابي ومن الناس وشجعونا وكثير من الفنانين ووقفوا بجانبي وزارونا للبيت وزارو الورشة حقي وشافوا أعوادي فشجعونا ووقفوا جنبي يعني كون أننا حضرموت تفتقد هذه الحرفة نهائياً يعني أو أننا بنقول البلاد بشكل عام لكن بالأخص حضرموتنا تفتقد هذه المهنة فحاولت أننا نكون نجيب شي ينفعنا وينفع حضرموت من المقابل فعملت هذا شي وحفزونا كثير من الفنانين وشجعونا وبالأخص مغلا تسجيع والد يلا يحفظه طول عمره تسجيعو لي كان مساندة مساندة من الصفر إلى الآن يعني الحمد لله ما أحد دعمنا مثلاً مالياً أو معانوياً إنما معانوياً من عدة فنانين من أصحاب من هوات الأهل الموسيقية البداية أول ما صنعت يمكن الأعواد الأولية فكلهم مش لحد إنما أعرضهم للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي صفحات في سبق وكولت وتركبه ولقيت أو يعني أول ما بعت أول عود اللي بعته فحصلت مردود لقيت يعني حافز كبير لي جيبت أخشاب برضو من برع طبعاً الأخشاب اللي أجيبها من برع استوردها ومرت إنها أكثر من مرة يعني أضطر إنها أسافر إلى الخارج أجيب الأخشاب والمواد المتعلقة بصناعة العود لأنه الاستيراد إلى بلادنا صعب شوية يصبح العود الأول بعته الواحد هاوي الآلة العود طبعاً مداخل الحضرموت فبرضو لقى استحسان يعني وحفزنا كثير وجبت لي مواد جبت لي حاجات جبت لي شيء معدات للورشة كونت عملي يعني من الصفر تعرف تعرف حبتها معلومة مثلاً بدأت من مشروعي فقط بـ 8000 ريال يمني يعني السلام عليكم أنا هيثم الحضرمية عازف أود طبعاً أتكلم عن الصانع الجميل الشاب على غلام طبعاً على غلام بدأ يبرز اسمه وبقوة في الساحة الفنية الساحة العربية طبعاً وفي السوشال ميديا الشاب هذا صناعته الآن تعتبر من أفضل صناعات في الدول العربية هذا بشهادة مني وأقولها بكل ثقة وليست مجاملة يعني ابن المكلة بن حضرموت على غلام صناعته صراحة جيدة وجودة عالية جداً وهي أفضل أعواد امتلكتها في حياتي هي أعواد من صناعة على غلام وبكل صراحة معني اتعاملت مع صناع كثير وكبار لكن على غلام اعتبر هو المتميز شاهد له كثير من العازفين شاهده والفنانين مثل الأستاذ الكبير الدكتور رحمد فتحي الفنان عبود خواجر وكثير من العازفين وكثير من الأسماء الكبيرة الآن يشهدوا للشاب على غلام وأشكر صراحة قناة حضرموت أنها تلتفت كمثل هذه الشخصيات التي تستاهل الالتفات لها والتي ترفع اسم للدنا واسم حضرموت علينا شكراً لا الموضوع هو أصلاً حباً في العود يعني أنا لما نصنع عود مش إنه مثلاً ما سنحصل لمردود إنما لما تعمل حاجة تحبها تستمتع أكثر صح إنه بحكم لنا صناعة العود استغرق حوالي من شهر إلى 40 يوم يعني مش سهلة لكن بالمقابل نستمتع في صناعته وبالشي الثاني إنه لا بد أن نحط اسمي كبصمة يعني موجودة داخل الوطن وخارجه عندي طموح لنا مثلاً لما نعمل أول عود نعمل العود الثاني اللي بعده فنحاول بقدر الإمكاننا نطور ونحسن في عمله أكثر من اللي قبله وكذا نحاول نطور نفسي يعني وعلى فكرة أعوادي الآن باسم حضرموت يعني الأول مرة أصبح لحضرموت نصيف صناعة العود فهي تحت مسمى أعواد حضرموت فالآن أصبح لها شهرة كبيرة أعوادي الآن وصلت إلى الخارج في عدة دول بالخارج فأثنوا على صناعتي ونعمل لهم حسب طلبهم وتفصيل لهم فالحمد لله الشيء ذا يحفزنا أكثر يعني اليوم مشوي زي أمس وبكرة مش زي اليوم نحاولنا نبني نفسي ونطور مشروعي أكثر وأكثر موسيقى 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 في عمل العود هو من أول حاجة عمل الظهر حق العود اللي هو تتكوى من مجموعة ريش أو أضلع يصنونها ومقاس معين فيتم معالجتها طيها وحفها وكذا فتكون واحدة جنب الثاني إلى أن يكتم من حوالي 19 إلى 23 طلب فهنا الأمر اللي هو ممكن استصعب حتى إلى الآن يعني يعني نعاني مثلا أنا الآن اللي حوالي سنة ونصف ثلاث سنوات في المشروع هذا فإلى الآن برضه لابد أنه في شيء يحصل لك يعارض أو يعكر مزاجك زي يقول فمثلا موضوع الريش ممكن أنه في واحدة ما تقبل تكون زي أختها يعني ما تجي إما أنه باللفة أو أنه بالحف حقها فمرات حتى أنه أنت نرفز أسيب الشغل يعني سيبه ساعتين وكله لأنه في عصاب الشغل ده بغى تركيز وما بغى شي بوضع عندك ولا شي بغى تركيز وهدوء فمرات أنه في شيء عاكس يعني بالشغل ينفذ الصبر فنضيق من الشغل نخليه ونروح لي ساعتين ساعة نصاعة فنهدأ شوية حتى مرات أنه في البداية أول ما بدأت أول عود فحسيت أنه الموضوع صعب ما بقدر نوصله حتى لدرجة أنه نكسر الضلع يعني من شدة أنه ما ضبط معي ثملك يعني الصبر ونبطل في الشغل يعني نكسر حتى الميز وكده ننزل نبطل نجلس ونصاعة يعني حوالي وبس تموح تموح لازال في القلب يعني نرجع نقول أجيبك أجيبك فالحمد الله يعني إلى الآن هي لابد أنه في شيء معاكسات وكده فالواحد أنه يتفاداها والحمد الله يعني طبعاً حالياً أعوادي الحمد لله في مستوى درجات عالية يعني نافي الصناع كبار يعني فالبعض أنه لما يشوف العود هذا صنع في حضر موت يقول لك لا مش معاكسات والبعض الآخر يعني لما يشوفنا يشوف عملي ويشوف أعوادي من فنانين وكده فيثنوا عليه بشكل كبير يعني وهذا اللي محتاجه من الكل يحفزنا وهذا يطور برضو من شغلي وعندي طموح برضو أن نوسع مكان عملي وندخل في آلات ثانية يعني عندي استعداد أن نصنع الكمنجة والقانون لكن هذا يكون بعد ترتيبات وتوسعة العمل أكتب والله فيه كثير يعني يحبين أنهم يتعلمون صناعة العود ونما عندي أي مانع لكن أهم حاجة بالمقابل أن أبغاد مكان للعمل خاص يعني مكان توسعة كبير فيه آلات وفيه برضو يزيد الإنتاج ونجيب أيدي فنية عاملة وكله يعني يصبح مصرحة حضر موت يكون إنتاجي لها ونصدري للخارج والكميات كبيرة يعني الآن زي ما قلت لك أنه العود حوالي من شهر إلى أربعين يوم فهذا ممكن يكون الإنتاج ضعيف شوي والطلب أصبح فوق الإنتاج يعني يتواصلوه معي في محلات بالخارج معارض للآلات الموسيقية يطلبون كميات كبيرة من الأعواد ونما نقدر حاليا يعني ممكن يعني في تسهيل المعدات والأدوات اللازمة والأيد الفنية ممكن ننتج ثماني إلى عشر أعواد في شهر بدل أنه مثلا أربعين يوم أو شهر في عود واحد ونالحالي بإمكانيات بسيطة لو عملت معمل بأدوات ومعدات لازمة للعمل فممكن ننتج ثماني إلى عشر أعواد في شهر في شخصيات فنانين مثلا اقتنوا عواد من صناعتين ونالي الفخر بشي هذا مثلا محليا العازف هيثم الحضرمي والفنان عبد الله علي العقاس وغيرهم كثير من فنانين وعازفين وفي الخارج برضو عملت عود خاصة لأستاذ الفنان الكبير عبد خواجة ودكتور أحمد فتحي والآن في طلبات برضو من الخارج في فنانين كبار لازل تعمل على عواضم موسيقى 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 والله الحمد لله تمنيت انه مثلا عوادي توصل الى فنانين كبار والحمد لله انها وصلت وتواصلوا معيهم شخصيا نعمل لهم عوادي خاصة بهم حتى في بعض فنانين كبار طلبوا انه نعمل لهم اسمه واسمي مع بعض يكون في العود وشي هذا كبير يعني حفزنا كبير كبير جدا فنانين كبار كنت نطمح ان عوادي توصل لعندهم فالحمد لله الآن عوادي بين حضانهم وده شي فخر كبير فتخربه والبلاد فتخربه بحيث انه عوادي حضر موت وصلت الى فنانين كبار وفي خارج بوتن والله فعلا يعني انا تمنيت انه لو كنت من زمانه وكان في وقتنا هذا الفنان الراحل كرامه مرساله الله يرحمه يغفر له فالاستاذ الكرامه الله يرحمه يغفر له كان يجي عندنا البيت عند الوالد وصديق الوالد ويعملون جلسات كله وانا نكون عندهم بس ما كنت يعني في مجال صناعة العود أو شي فتمنيت انه كنت هذاك الوقت وانا حاليا في صناعة العود وقدرنا نهديله فنان ابو صبري الله يرحمه عزيز وغالي فنان كبير يعني كل حضر ميف تخربه حتى اسمه من الخارج فتمنيت لكن الحمد لله تمنيت برضه انه اخوي الله يرحمه يغفر له يعني اخوي بعد ما توفى الله يرحمه ما كنت انا في صناعة العود او انه تعلقت بالعود اكثر او انه عازف عود اساسا يعني تمنيت بجدل انه يكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة